فالزنا هو أن يفعل الفاحشة في امرأة أجنبية غير الزوج وغير ملك اليمين لأن الزوج ملك يمين أجاز الله جي معها أما إذا جامع غير الزوجة أو جامع غير ملك اليمين وهنا يقال له إنه وقع في الزنا قال إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج واطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت وإن كان غير محصن جلد مئة جلده وغرب عن وطنه الآن الزاني إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن هذا هو الأصل من هو المحصن ومن هو غير المحصن؟ المحصن هو الذي ذاق الحلال باختصار المحصن هو الذي ذاق الحلال كيف يذوق الحلال؟ تزوج ودخل على مرأة هذا المحصن حتى لو ذاق ملك اليمين هذا غير محصن المحصن من تزوجه وذاق الحلال يعني تزوج وجامع أهله هذا يقال له المحصن غير المحصن الذي لم يتزوج الذي يسمونه البكر أو تزوج ولم يذوق الحلال ما دخل على زوجته هذا يسمى غير محصن ويقال أيضا ثيب وبكر الثيب هو الذي ذاق الحلال وهو المحصن والبكر هو الذي لم يذوق الحلال كما قال محصنات غير مسافحة يطلق على العفيف كلمة المحصن لكن هنا المراد بالمحصن الذي هو من ذاق الحلال إذن عندنا نوعان من الناس نوع الثيب المحصن ونوع البكر غير المحصن قد يقع الزنا من هذا وقد يقع الزنا من هذا فماذا عليهم غير المحصن إذا زنى اللي هو البكر إذا زنى أثناء كان رجل أو امرأة فإنه يجلد مئة جلدة كما قال الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة من هؤلاء؟ هم الزنا غير المحصن رجل كان أو امرأة ولو تكرر ذلك منه ولو تكرر ذلك منه يعني زنى اليوم أخذناه وجلدناه مئة جلدة لأنه غير محصن بعد أسبوع زنى نأخذه ونجلده مئة جلدة بعد شهر جاء زنى نجلده مئة جلدة يقول لا هو زنى في سابق ذاق طعم الزنا لكن ما ذاق الحلال ما جرب الحلال إذن كان رجل أو امرأة فإنه يجلد مئة جلدة فقط وفيها أيضا تغريب سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلده مئة وتغريبه عام البكر بالبكر جلده مئة وتغريب عام يجلد مئة جلدة ويغرب سنة عن بلده طبعا هذا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم سهل الآن قرب السنة لازم يأخذ قامة ولا يأخذ فيزا قصة طويلة جدا فإذا كانت البلاد كبيرة مثل الجزائر مثلا السعودية مثل مصر يعني بلاد كبيرة جدا ممكن يغرب مثلا من القاهرة مثلا يودون السيوط مثلا الجزائر مثلا يأخذون من العاصمة الجزائر إلى منطقة أخرى مثلا في الجزائر في الجنوب مثلا المهم أن يبعدونه عن الصحراء الغربي مثلا يودون الصحراء فالمهم يبعدونه عن بلد التي كان يعيش فيه لكن بلاد صغيرة مثل كويت قطر البحرين مثلا هذه البناء صغيرة جدا فالتغريب قد لا يصلح فيها طيب هل يسجن إذن؟ ممكن ممكن يسجن بحيث أن يعني عجزنا عن التغريب فنسجن لكن هنا مشكلة السجن هو كأنه عقوبة ثانية هو النفي أيضا عقوبة على كل حال أن ينفى سنهية هو نوع من عقوبة ذلك بعضها العلم قال إذا لم يمكن النفي يمكن السجن على كل حال المرأة طيب هل تنفى؟ بعضها قال لا ما تنفى المرأة لماذا؟ لأنه يخشى عليها المرأة من سيحميها؟ سنحتاج إلى أن ننفي معها وليها طيب عاقبنا من لم يزني الولي لماذا يعاقب؟ المصوصية التي تعاقب فالقصد هنا إذن أن الزاني غير المحصن يجلد مئة وينفى سنة فإن كان محصنا الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند قول الله تبارك وتعالى أو في تفسير قول الله تبارك وتعالى واللات يأتينا الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هذا في أول الأمر أو يجعل الله لهن سبيلا انتظروا ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عديد عبادة أنه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيء الثيب جلد مئة والرجم وهنا جاء حكم الرجم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الواقع فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على ماعز بن مالك الأسلمي وأقام حد الرجم على الغامدية وقام حد الرجم على اليهود واليهودية وهما ثيبان فطبق النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم على من فعل الفاحشة وهو ثيب إذن عندنا بكر وعندنا ثيب الثيب يرجم حتى الموت والبكر يجلد مئة جلدة يقول هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وهما حران مكلفان ليش قال هما حران مكلفان لأن العبد كما قلنا قبل قليل الأمة نصف حد الحرة طيب العبد هلأ وكذلك نصف حد الحر وخلال هناك من قال العبد يقاس على الأمة وعليه نصف الحد وبعض من قال عندنا العموم البكر بالبكر جلده مئة وتغريبه عام فالأصل العبد كالحر يجلد مئة وهذا هو الأقرب والعلم عند الله لا ينصف ينصف فقط على الأمة وليس على العبد لظاهر نص القرآن الكريم فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وأكثر أهل العلم على أنه ينصف على العبد طيب والرجم والتيب والتيب جلده مئة والرجم كذلك من قال أنه ينصف على العبد قال لا يرجم العبد وإنما يرجم الحر لأن الرجم لا ينصف والذين قالوا لا العبد يجلد مئة قالوا كذلك يرجم كالحر لأن هذا الأمر ليس فيه ميزة للحر على العبد والعلم عند الله تبارك وتعالى وإن كانت النفس تميل إلى أنه لا ينصف إلا على الأمة الله أعلم والأمة لا ترجم إنه لا ينصف الرجم